السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحل بكم في دروس التعلم عن بعد لمادة تكنولوجيا المعلومات الصف الثاني عشر المسار التكنولوجي الوحدة الأولى التجارة والإعلانات الإلكترونية الدرس السادس الإعلانات الإلكترونية الجزء الثاني أهداف الدرس أولاً أن يضيف الطالب إعلان باستخدام مدير الإعلانات Ads Manager ثانياً أن يحدد الطالب أهداف الحملة الإعلانية ثالثاً أن ينشئ الطالب إعلان دواراً على إنستجرام وتيمر معنا خلال هذا الدرس المصطلحات الآتية مدير الإعلانات Ads Manager الحملة Campaign الإعلانات الدوارة Carousel Ads الهدف الأول أن يضيف الطالب إعلان باستخدام مدير الإعلانات Ads Manager مدير الإعلانات Ads Manager نظراً لأن تطبيق إنستجرام يدعم فقط إنشاء الصور الإعلانية وإعلانات القصة يمكننا إضافة جميع أشكال الإعلانات الأخرى من خلال أداة مدير الإعلانات في فيسبوك التي تسمى Ads Manager تذكر أنه يجب عليك ربط حسابك على إنستجرام بحسابك على فيسبوك لتتمكن من تحميل إعلاناتك من خلال مدير الإعلانات إلى حسابك على إنستجرام وفي نهاية هذا الفيديو سنوضح كيفية إنشاء حساب فيسبوك وربطه مع حساب الإنستجرام كما ذكرنا سابقاً أن الوصول لمدير الإعلانات Ads Manager يتم عن طريق فيسبوك ولذلك علينا الدخول لموقع الفيسبوك سنقوم بذلك عن طريق متصفح الإنترنت Microsoft Edge وكتابة موقع الفيسبوك الإلكتروني www.facebook.com.adsmanager سيظهر لنا صفحة مدير الإعلانات من محتوياتها تضمن إنشاء حملة جديدة بالضغط على Create والتي ستظهر نافذة جديدة لتحديد خيارات الحملة اسمها وهدفها وطريقة الدفع التي سنتعلمها لاحقاً إن شاء الله الهدف الثاني أن يحدد الطالب أهداف الحملة الإعلانية Campaign Objectives هدف الحملة Campaign Objectives يتعين علينا تحديد هدف حملتنا الإعلانية قبل أن نواصل إنشاء الإعلان وهنا سيكون هدفنا جذب الزوار إلى موقعنا الإلكتروني ولتحديد الهدف لزيارات الموقع عند الضغط على Create اضغط فوق Traffic الزيارات في الصفحة التالية سنقوم بضبط ميزانية الإعلانات اليومية Daily Budget حسب التفاصيل التالية عند اختيار تحديد ميزانية الحملة Campaign Budget Optimization سيظهر لنا مجموعة من الخيارات سيتم توضيحها الجزء الأول ميزانية الحملة في حالة اختيار ميزانية الحملة كلها لن ننفق مطلقاً أكثر من هذا المبلغ وفي حالة اختيار ميزانية يومية يمكنك إنفاق مبالغ أكثر في بعض الأيام ومبالغ أقل في أيام أخرى لكن سيتم الحفاظ على متوسط الميزانية اليومية الجزء الثاني والتي تحدد استراتيجيات عروض أسعار الحملة الإعلانية استراتيجية عرض الأسعار لكل مجموعة في حملتك وإذا كانت استراتيجية عرض أسعار الحملة الإعلانية تحتوي على مبلغ تحكم يمكنك تعيين ذلك أثناء إنشاء المجموعة الإعلانية أما الجزء الثالث يمكنك جدولة إعلاناتك لتشغيلها خلال ساعات محددة أو أيام محددة في الأسبوع الهدف الثالث أن ينشأ الطالب إعلانا دوارا على إنستجرام هل سمعت سابقا عن الإعلانات الدوارة؟ من المؤكد أنك قد رأيتها أثناء تصفحك للإنستجرام أو الفيسبوك يمكننا تعريفها على أنها إمكانية عرض صورتين أو أكثر أو مقاطر فيديو أو روابط في إعلان واحد ويمكن لأي شخص رؤية الإعلان بالتمرير عبر البطاقات الدوارة ويمكن لهذه الإعلانات دعم الكثير من المنتجات والأنشطة التجارية ويمكننا استخدامها بتوفير المزيد للخيارات للعملاء أو إلقاء الضوء على عدة ميزات لمنتج واحد أو شرح عملية نشاطك التجاري خطوة بخطوة أو إنشاء لوحة أكبر ولإنشاء الإعلان الدوار على إحسابنا في إنستجرام من خلال مدير الإعلانات سيتكون هذا الإعلان من ثلاث صور أولاً صورة البطاقة الذهبية ثانياً الشعار وثالثاً صورة من إحدى منصات متر الدوحة عند العودة إلى إعلانات الحملة التي تم إنشاؤها يتم الضغط على خيار إدت أسفل اسم حملة نترافيك سيظهر لنا بالأعلى تبويب اسمه أد سنقوم بالضغط عليه وسنجد خيار أد سيتوب من ثم سنختار كارسل وهي الإعلان الدوار سنحمل عدة صور من حسابنا في الإنستجرام والتي سبق أن قمنا بتحميلها على المنصة ومن ثم كتابة عنوان المتجر الإلكتروني www.qr.com.qa يمكنها أيضاً تعديل الصور مثل التحديد أو القص مثلاً سننتظر حتى يتم تحميل الصورة بعد ذلك سنقوم بتحميل صورتين أيضاً بنفس الخطوات السابقة سيطلب منا بعد الانتهاء من عملية رفع الصور اختيار طريقة الدفع وبذلك سيصبح لدينا إعلاناً دواراً على إنستجرام محدد المدة والميزانية والآن سنعرض المهارات العمرية التي تعلمناها على تطبيق إنستجرام أولاً إنشاء حساب شخصي على إنستجرام وتغيير المعلومات والصورة الشخصية ثانياً تحويل حساب إنستجرام من شخصي إلى تجاري من ثم تغيير معلومات وصورة الحساب ومشاركة صورة ثالثاً تعلمنا كيفية تعطيل الحساب رابعاً إنشاء إعلانات في إنستجرام سواء كانت إعلانات مصورة أو إعلانات القصة ترويج هذه الإعلانات بروموت خامساً تعرفنا على مدير الإعلانات Ads Manager وهدف الحملة والإعلانات الدوارة Carcel Ads ولإنشاء حساب فيسبوك وربطه مع إنستجرام سنقوم بالخطوات التالية في حال عدم وجود حساب فيسبوك لديكم سنقوم بالضغط على الثلاث نقاط في أعلى شاشة الإنستجرام واختيار Settings من ثم اختيار Business سيظهر لنا Create or Connect ثم Create Facebook Page لعدم وجود حساب فيسبوك لدينا مسبقاً سنقوم بإدخال البيانات المطلوبة من الإسم وتاريخ الميلاد ثم سيطلب إدخال رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني من ثم كلمة المرور والبيانات اللازمة الأخرى بعد إجراء هذه الخطوات سيتم إنشاء حساب فيسبوك مرتبط بحساب الإنستجرام لاستخدام مدير الإعلانات Ads Manager سنقوم بتقديم بعض المعلومات الإثرائية حول تطبيق إنستجرام هو تطبيق مجاني لتبادل الصور وأحد أدوات شبكات التواصل الاجتماعي الأكثر استخداماً في عصرنا الحالي أطلق في عام 2010 من قبل كيبن سيستروم ومايك كريجر خرجوا جامعة ستانفورد في ولايات المتحدة الأمريكية يتيح للمستخدمين التقاط الصور واستخدام مجموعة من المرشحات الرقمية في الترز ومن ثم مشاركتها تم الاستحواذ على التطبيق حالياً من قبل شركة فيسبوك استحوذت شركة فيسبوك في الثاني عشر من إبريل عام 2012 على تطبيق إنستجرام بصفقة بلغت مليار دولار نقداً وكذلك في الأسهم وتميزت هذه الصفقة بأنها كانت مصدر لضبجة حتى قبل الكشف عنها وكذلك فإن مبلغ الصفقة يتناقض مع ما دفعته ياهو لشركة موقع فريكر عام 2005 والذي كان 35 مليون دولار والذي جعل موقع فريكر على قائمة الخمسين موقع الأكثر زيارة حول العالم وكتم مارك زوكربيرغ على حائطه في فيسبوك عن ما سيحصل بعد هذا الاستحواذ سنلتزم بتطوير وإنما إنستجرام بشكل مستقل ترجمة نانسي قنقر